السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دوسامودي هاد نهار ان شاء الله نتكلموا على واحد اخطاء ديال التربية ديال الانانيب انا في حقيقة حاولت انني للخصها لكم في واحد عشرة ديال الاخطاء يعني كيل المربي اللي كيجيروا حد الاخطاء و يعني هي شائعة بين الناس ولكن انا حاولت انني نقول لكم هاد الاخطاء هادو باش نطلقوا اتحوش فيها تنتهم يعني بالنسبة لا المبتدئين لا الناس اللي محترفين قدروي يتاومي ياخذوا واحد النقاط منه من هالفيديو انهم هادوك النقاط شائعة بين الناس في تربية الاناني اول خطاء هو عدم اعطاء تحصين او التطعين شحان موعد كي يقول لك لان راني عايشين عندي الاناني بغي يهكاك راني مكاك بهم لد ولا ولا كنا متأكدين ان هاد الشائعة رها خاطئة مياه في مياه انه كينين امراض موسمية اللي لابد ما كتجي الالانب وخصنا نطعمه الالانب لنا ونحصنوها نديروا التحصين هاد تحصين راه كالانسان كلنا راح نضار بين الجلبة اي واحد راح ضار بالجلبة هادك الجلبة رها عبارة عن تحصين من واحد الامراض اللي كتكون ليس سر كتجي من واحد الوقت الوقت التاني حاجة وهي اعطاء الجرعات اكثر في الدواء شحان موعد كيمشيش الفيتامين مثلا ويقول اه باش يكونوا مزيانين نعطيهم مثلا جوجم عالق في فليترو معليش باش يزيدوا مازال يكبروا مازال مازال هادية هي خاطئة كينين اللي كي بغيد ربلي يبرى وكي يحاول يزيد كثر في الجرعة هادك الجرعات يلزلت فيهم ركاة الدواء الدواء توا راه ماشي يلزلت الكمية انها تبرى ضغيرة لا الكمية اللي معطات هي اللي خصك اديرها التالت حاجة وهي النظافة شحان موعد كيهمل النظافة هذه اللي ما كنت اضع عليها في الفيديو ديالي دي ما اللي بغيتو الارانب ديالكم يكونوا مزيانين وهي تكونوا منقين مزيان الكاج مره 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 الماء يتبدل مره مره ذاك الزنكات تحتانية تغسل لما لا واحد نهار تشمشوا ذاك شي كامل تديروهم في واحد الخنشة الارانب ديالكم وتغسلوا الكاج كامل يعني من واحد تلت شهور ولا ماشي مشكل مزيان حتى هي رابع حاجة وهي اعطاء الماء للارانب كين الناس اللي كيقول لك حقا وذي فكرة شائعة عامة بين البدو كيقول لك لا ما كان عطيوش حنا يجعل الارانب ديالنا الماء وهي في الحقيقة راه ماشي 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 الارانب ما كيشربوش لماره هم عايشين ما يمكنش مني بحث في هذا الموضوع لقيت ان هاد الناس اللي كيكونوا ديرين هاد ميك هاد الفكرة هدي كيكونوا مادينش لكاج اول حاجة يكونوا ديرين هم غي في الارض يعني كيحفروا مساكن هادوك الارانب كيحفروا وكيمشوا ويقلبوا على شيء شيء مصدر ماء وكيشربو منه او كينا واحد اخرى ان الارانب يعني اللي عايشين في الكاش نعطيهم السيكالي حويج الناشفة يعني ما فيهمش الماء وهما كيعطيهم واحد النبات اخضر كيستنبتهم ان واحد شوية ديال الماء وذلك الماء كيكون كين في النبات كي يعيشهم صافرها محل يرام شربين الماء ولكن هذه فكرة خاطئة اما فيها بس تساقيل الارانب واحد طويصة ديال الماء وتقاس بدلها مرة 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 ان كل شيء اي ان وجعلنا من الماء كل شيء حي اي حاجة كائن را كيشرب الماء كيفاش الطريقة كل واحد عطيه السيدي ربي كيفاش كي النبسة را تاييك تشرب الماء ممكنش تعيش بدون ماء اه كينا واحد القادية اخرى ديال اه وهي فحقة غريبة انا يا هدي هدي يالله يالله جاتني فكرة شائعة في هاد البلاد بعدها اللي احنا فيها وهي قل لك يعطيه الارانب الحبوب منع الحمل يعني عاديره هادره 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 بوم فدفد ليامات وقاع الناس كلهم كيمشيوا ويشريوا هادك الحبوب ديال منع الحمل ديال البشر ديال المرأة اللي كتستعمل الادوية وهو ما باش كي يربحوا كتر كيمشوا ياخدوها من السفيتار وكيبقوا يعطيوها كيديرو ديال الحبيبة كيديروها في معلمة كيديروها لها معلمة ويا خاطئة مئة بالمئة بحبوب الحمل يعني ما كتموت بشي صيلة للارانب حاولت نديرها في هذا الفيديو خصيصا لدى النقطة هذه لاننا رأى فكرة شاعة فدليامات وراها خاطئة مئة بالمئة كي نعو ثاني أه بحقها جوج نقاط القاديه ديال الشمس الشمس الكاج مره مره يتشمش في الأيرانيب ولكن مش يتوجيه أشيعة الشمس مباشرة لجسم الأرنب لا هذا فكرة خاطئة كينا واحدة اخرى او ثاني توجيه الطيارات الهوائية مباشرة محن نديرو شي فرفيرة ونديروها مباشرة كتضرب الالانيب نقولو بالليار ستبردهم ايما الشي ستبردهم انا غدي الساعة غدي يمرضوا بالزكام وغدي يمرضوا بشي امراض اللي انتم ما افغين عنها يعني ديما الفرفيرة تكون معلية الفوق او الكوروندار يعني تكون كتضرب في واحد جيهة يعني تتمص من جيهة الشرجم ولا وتضرب في واحد ما تضربش في الوسط دي الانانيب تضرب في واحد القنط ويدور البرد ويخرج من جيهة اخرى او الفرفارات اللي كيكونوا كيدوروتها هم مزيانين الفرفارات اللي كيكونوا فيهم ديك واحد الرياشة كتقد ترش عليهم البرد تهدوك افضل قعب اذا التيارات الهوائية ميكونوش مباشرة مع جيسم الارنب كين فصل الصيف النقطة اخرى وهي فصل الصيف كين اللي كيقول اه هم كين احسوا بزاف قدي نشد المبارد ونعطيه لهم مباشرة هدوك غيتوا دعوا معهم لانا المعدة ديالهم كتس مكتس حملش وشحال مواحد نشالو الارنب بهاد بهاد القادية دي انه كيعطي المياه باردة لي الارانيك خاص يكون الماء في الحقيقة اني ضلت في هذا الموضوع في واحد الفيديو السابق خاص يكون ملائم للغرفة يعني اما المزرعة او الغرفة اللي انت قم فيها او الصح خاص يكون ملائم ميكونش بارد بزيف او سخون بزيف لا يكون مؤتاديل راقبوه مرة مرة يكون يعني عادي ما عادي اللي كان شربوه منه احنا تاهم ما يشربوه منه غيم يكونش مغلاسي وتعطيونا هذي نقطة كان واحد القادية كان الناس اللي دايرين الانانيب هم مبغينش يصرفو عليهم احترية بس ما كيديرو كيمشو جمعو الخضراء التالفة الضائعة يعني من الأزبال وكيعطيوهم هذي هذي نقطة رقيتها في واحد الحياتنا هنا مشكلة كيمشو يجمعو الزبل حشكهم يعني كيجمعو من من البوبيل وكي يعطيوهم بزع ما يقتاصدوه وهذاك را ماشي اقتصاد ذاك را تعفون ويقدر الارنب يموت و هذاك الشي اللي يعطيوهم را كيكون كابر بوحد طريقة مشيه هذيك مهمة لحوله قوة إلا بالله كان فكرة اخرى اخرى هذا البابيون را باغي خرج كان فكرة اخرى وهي الاخيرة وهي اللي مهمة في الارانب كاملين تصر بيدي الارانب وهي ما نكشفوش الارانب دينا على شي واحد غريب ولو يكون هذك الغريب مزيان يعني وخيكون صالح ولا ما كيشوش في من بوحد تشوفها خيبة ولكن حاولوا انكم الارانب دينا ما توريهمش للناس وخيكون الجار وخيكون الاهل الدار الاهل الدار دينا راوا معايشين معهم هما راهم حساسة هذ الارانب كيحسو بزاف يلمشو شافو غي واحد الواحد غريب كيبقى نكمش في واحد الجيهة تلغد ليه كيبقى يموت واحد مور واحد علاش لانه الارانب ديالك الواحد الشخص غريب هما معمرهم ما شافوه كيخافوا هذ الارانب بحال من دايرة في الحقيقة انا لا بغيت ندير واحد تشبيه يعني باش هالموضوع هذا نلصقوا المشاهد في الداكلة دياله ما يقدرش يحايد منه هذ الموضوع ديال الارانب تربيه الارانب دينا بحال واحد شمعة شاعلة هذ الشمعة إلا مشيتي توجهتها للريح كطفة إلا مشيتي بقيت ديما ديالها واحد الكوفير من هنا ومن هنا وخا غير بيديك لم يديك عليها انها مغاديش تطفى المشروع الحمد لله قاعد اللي دارو نجح فيه وخا المصاعب ديال في اللول الإنسان يكونش عارف وخا يلا صبرت في هذا المشروع متأكد انه على الاقل يكون عندك اكتفاء ذاتي لمنزل ديالك من الحم ما غا تقعوش شريه للحم هذي متأكد منه ولا صبرته وطورته المشروع هو ما كنتوش كتصرف ورس المال وكتزيده تطوره تطوره وطوره بيديك المشروع انتم ما ماشي للربح غيرت طوره وطوره ووحد نار غا تلقى عندك وحد القاطعة ديال الانه باللينة ما غا تقدر تقابله خا ستخدم خور باش يقابل معك تكونوا متأكدين من هذه القادية إذن مشاريع زوينة على هذه الشكلة هذا المشروع حسن من المواشي وحشن من الدواجين لأن كل شهر تقدر تلقى خلفها جديدة ولو ما تكونش من نفس الأم ولكن إذا عندك واحد نقوله واحد ثمانية الأمهات ولستة الأمهات كل شهر عندك خلفها جديدة أو وجوج خلفات أو ثلاثة وكين الناس اللي كيكونوا متمكنين را كيقولوا عندهم يعني ربعات الخلفات خمسات الخلفات في الشهر وهي غيع اسميتوا واحد القفص صغير وهو عرف كيفاش يخدم وكيفاش يبحث وعرف كيفاش ناضي يخدم يعني مثل النظافة لك شي متول ومقاد وعطاهم الوقت را واحد النهار كونوا متأكدين إذا تبعتوا التوجيهات دي الفيديويات الحمد لله ديوتيب راعاطينا واحد الكنز يعني أنتم تتواصلوا المعلومة بسيطاتش على دي مكانش عندنا المعلومة كتوصل عندهم كل شي دبا المعلومات واصلين يعني حاولوا أنكم ديروا المشاريع داروا على الشمعة ديالكم باش ما تتفاش موضوع ديالنا سهلة هاد الاخطاء انا حاولت نوضحها لكم باش اي واحد عندو شي خطأ من هاد الاخطاء هدي وهي شائعة نقول لكم انا كنسووا الناس كنبحتوا هدي كنلقاء هاد الاخطاء را من الناس كيديروه يعني إلقيتوا شي خطأ من هاد الاخطاء حاولوا أنكم تداركوه را هاد شي يعني تجربت هاد الاخطاء ويعني بحثت فيها مزيانة هاد حاولت أننا ندوونها الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا شاركوا معنا دعمونا بزير جيم واتقيوا على الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة وشاركم بروكا رمضان كريم إلى اللقاء